المقابلة هيا كفي عن التحرك أيتها الكاميرا اثبتي قليلا اهلا وسهلا بكم أصدقائي أنا ليك الكاميرا خرجة عن السيطرة اليوم تثبت وتتحرك في آن واحد طبعا قلت قبل قليل تثبت وتتحرك الثبات هو الجمود والتحرك هو التغير إذن هما كلمتان متضادتان في المعنى وجدتا في نفس الجملة في هذه الحالة نسمي هذا الأسلوب البلاغي طباق نعم طباق وهو من المحسنات البديعية المعنوية ولكن هل تفكرون بما أفكر فيه؟ هذا صحيح ماذا لو كانت هناك كلمتان أو ثلاث أو أربع وكانت لهن كلمات مضادة في نفس الجملة يمكننا أن نرى ذلك في الجملة التالية يفرح الناجح ويحزن الراسب ألا تلاحظون شيئا؟ يفرح هي ضد يحزن فالفرح هو عكس الحزن كما أن الناجح ضد الراسب ماذا نستنتج إذن؟ أنتم مذهلون توجد كلمة وتوجد الكلمة المعاكسة لها ثم تتبعها كلمة أخرى وفي المقابل نجد الكلمة المعاكسة لها هي الأخرى أيضاً إذن عندما يؤتى بمعنى ييمي أو أكثر ويؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب نسمي هذا الأسلوب البلاغي المقابلة صحيح ولنكون دقيقين أكثر يجب أن نقول بأن المثال السابق به مقابلة 2 ب2 حسناً ذكرنا أنه من الممكن أن تكون هناك كلمتين أو أكثر من ذلك أي ثلاثة أو أربعة ونجد في الوقت نفسه المعاني المضادة لهم على الترتيب لنأخذ مثالاً على ذلك قول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل ماذا لدينا هنا؟ هذا صحيح أحسن من الشيء الحسن وهي ضد أقبح إذن حصلنا على أول كلمتين متضادتين ولكن هل توجد كلمات أخرى؟ نعم هذا صحيح الدين والكفر فالدين هو الإيمان بالله والكفر هو العكس إذن هما كلمتين متضادتين وماذا كذلك؟ كم أنتم مذهلون؟ الدنيا ضد الإفلاس إذن حصلنا هنا على ثلاث كلمات فهذا يسمى مقابلة ثلاثة بثلاثة لكن ماذا إذا كانت هناك أربعة كلمات ضد أربعة؟ سنرى ذلك الآن في بيت الشعر التالي وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله في بيت الشعر هذا نرى أن باسط هي ضد قابض فالباسط عكس القب خير ضد شر فيكم ضد عنكم وأخيرا بيمينه ضد بشماله إذن حصلنا هنا على أربع كلمات ضد أربع كلمات فهذا يسمى مقابلة أربعة بأربعة حسنا يا أصدقائي سأودعكم الآن لألتقي بكم غدا هل بإمكانكم إخباري في الحلقة القادمة ما إن كانت جملة الأخيرة تتضمن مقابلة أم لا؟ وإن كانت تتضمن مقابلة فما نوعها بالتحديد؟